السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفتنا اليوم مميزة والسهلة نتمنى أن تجربوها بسبوسة بسبوسة السهلة تحتاج ببيضات 2 نصف كوب سكر نصف كوب زيت يوغورت نقوم بخلط المكونات جيدا ونضيف طبعا الفانيلا تقريبا نصف ملعقة صغيرة نخلط جيدا نضيف نصف سميد ونصف كوب جوز الهند وملعقة صغيرة بيكين باودر والقليل من الملح نخلط جيدا نكون قبل جهازنا الصينية الخاصة بالفرن نقوم بدهنها جيدا بالزبدة ثم نضع الخليط ونحرك الخليط حتى يتوزع بشكل جيد ومتساوي بعدها نزين بخطوط مثل كروهات من القشطة هنا القشطة ضروري جدا ان تكون باردة يعني لا يجب ان تكون بحرارة الغرفة لان اذا كانت بحرارة الغرفة عندما تنضج البسبوسة سوف الاماكن التي يوجد فيها كروهات سيصبح فيها مثل تشققات لهذا يجب ان تكون ضروري جدا ان تكون القشطة باردة بعدها ندخلها الفرن حتى تأخذ لون ذهبي جميل نضع فوقها حليب محلة شيرة عسل حسب الذوق وحسب الرغبة وتقدم طعمها لذيذ جدا اتمنى ان تجري